ولدعم الفلاح المصري أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة اتفقت على إعلان أسعار ضمان لبعض المحاصيل الزراعية وطالب الرئيس بعدم الاعتداء على الأراضي الزراعية طب من الناس عليهم وأرجو أن السعر برضو اللي احنا بنقوله ده ضمان معناه إيه الأول بس وأكيد الإخواننا اللي في ريف عارفين كده أن ده الحد الأدنى اللي أنا حدفعه لكن لو السعر العالمي أو أكتر حندفع أكتر ليس كده برضو يعني لو النهاردة الأمح بنقول تعقدنا على رقم والرقم ده ضمان بقول أنا ده الحد الأدنى اللي سأخذ به منك الأمح طب زادة الأمح في العالم هنشتري بالسعر اللي هو وقت الحصاد ووقت الحصاد ليس كده أنا بأكد بس على النقطة دي لكل لكل لأحنا قلنا الأمح والدرة العباد الشمس وفلسه يا ماذا كده الدرة خلوة خلوة خلي بالكم للإخواننا اللي في الريف الأرض اللي معاكو غالية جداً 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 فأنتوا استفيدوا منها أحسن ما نهدرها في تعدي عليها موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة